مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في موعد مشروع تحوال التقسي طلع لكم من قناتكم قناة الوطنية تيفي إذن بدأ ورقتنا الجوزة الرئيسية بهذه الصورة من أكبر مجمع للملح بالعالم من سالار ديوني بالنسبة الوضعية المرتقبة إن شاء الله مشاهدينا الكرام مع فجر مهار الغد إن شاء الله استقرار جوزة مؤقت لأنه ابتداء من شهر 8 أبريل إن شاء الله حسب آخر نماذج سوف ترجع الاترابات الجوزة إذن لأكثر تفاصيل نشوفوا الورقة في نهار الغد مع الفجر سحب كثيفة أجواء غائمة ملبدة على الولايات الساحلية الشرقية حتى الولايات الداخلية وولايات الهضب العليا من ناحية الشرقية للوطن سحب كثيفة الولايات السحية الوسطى على الولايات الغربية كذلك على معظم الولايات الداخلية يغم الصفاء كما لاحظوا على أغلبية الولايات الصحراوية بنسبة لدرجات الحرارة إن شاء الله مشاهدين الكرام تبقى على العموم قلوا عليها درجات حرارة فصلية مع الفجر 5-6 درجات على ولاية الهداب العليا 9 درجات نسجلها على تلمسان 10 درجات نسجلها على وهرن مستغانم سعيدة 9 درجات نسجلها على الجزائر على بليدة 14 درجات نسجلها على منطقة الثورة نفس المقياس حتى الغطر الخط الرابط أقول مع غردايا زلفانة بريان 21 درجات بوسط الصحرا 15 درجات على تيندو فحتل بنعباس و 21 درجات كأعلى مقياس على أليزي إذن نرى إن شاء الله الوضعية المرتقبة بعض ظاهرة نهار الغدة ثلاثة سحب كثيفة على العموم على الوعية الساحلية الداخلية أجواء ملبدة إلى غائمة محتمال بعض الزخات من الأمطار على وهرن مستغانم سعيدة كذلك تبقى أجواء غائمة سحب ملبدة كما سبقوا ونلاحظوا على الخريطة على جول الولايات الساحلية الداخلية حتى ولايات الهضابة العليا يعوم الصفاع العموم على بواب الصحراء على شمال الصحراء بنسبة لوسط الصحراء حتى الولايات كما نلاحظوا الصحراوية من الناحية إذن الغربية والشرقية هنا سحب كثيفة أجواء ملبدة مرفوقة بيزا وبعاملية نشطة الحيطة والحذر مشاهدين الكرام لمستعملية طرقات على الأعين صالح وإليزي هنا سرعة الرزاح إن شاء الله تلحق حتى 70 كيلومتر في الساعة الحيطة والحذر لأنه طبيعة الحال هذه الزوء براملية ستأثر على الرؤية الأفقية درجات الحرارة إن شاء الله وبإذن الله بعد ظاهرة نهار الغد التولتة تبقى درجات حرارة العموم فصلية 19-22 درجة على الجزائر 21 درجة على وهرنس جروا مقياس 18 درجة على نابا نفس المقياس حتى الخطرة الضبط مع البيض مشرية ونعامة ترتفع بمقياس درجة واحدة على الغواط الجلفة كذلك من نسبة لولاية الصحراويان سجود 120 درجة مئوية حتى 30 درجة مئوية على شمال الصحرى 35 درجة بوسط الصحرى وفي الأخير مشاهدنا الكرام سجود مقياس 30 درجة مئوية كعلى مقياس بأقس الجنوب أربجي مختار عينجزا معين أزواء وأباليسا للملحة وصيد البحري البحر غدوة إن شاء الله التولتة بإذن الله إذن كما نحن نلاحظه الآن البحر على العموم سيكون مضطرب إلى قليل إضطراب بعد ظاهرة يرجع على العموم هادئ شباب جميل على أعنبيات السواحل سرعة الرياح تروح 30 بعد ظاهرات الحق حتى 15 كم في الساعة اتجاه تروح على السواحل الشرقية إن شاء الله كما نلاحظه ستكون جنوبية شرقية ترجع شرقية تماما على سواحل عوانة جيجل إلى إذن شمالية شرقية على سواحل تنس دلس ترجع بإذن الله جنوبية شرقية على سواحلنا الغربية سواحل مرصب المهيدي مشاهدين يا كرام هنا لحقنا الختم موعد نشأتكم مع الجوزة الرئيسية لينها الغادة الثلاثة نختم هذه ورقة الجوزة بموعدكم الفلكي لشرق وغروب الشمس أكيد مشاهدين الكرام يمزيد من المعلومات ونقلكم مع لكم غير تدخلوا المواقع قناتكم قناة الوطنية تيفي لهي دايما في خدمتكم ابقوا مع برامج الوطنية تيفي سهرة ممتعة صحة فطركم ابقوا على خير طالب فرحتكم